أرحب بكم طلابنا الأعزاء في درس جديد واليوم راح نتحدث عن الأورونكو وبالتحديد راح نتحدش على موضوع Themes Themes مالتلمس راح يتمنى تشتركون بالقناة وشاركون هذا الفيديو حتى نستمر بالشرح قد ما نشوف احنا مشتركاتكم ونشوف تفاعلكم ويصير انا الرغبة ونتشجع حتى نكمل المادة لحضراتكم ولوجهكم الخيرة فعندنا من المواضيع التي Themes الأساسية بهذه العمل الأدبي وهو السليفري يعني العبودية والرئيس يعني العرق سليفري في أفريقيا أورونكو هو أمير وجنرال بأفريقيا هذا الأورونكو شخص أمير وجنرال A well respected young man with a bright future ahead of him وعنده شخص محترم عنده مكانة كبيرة جدا في المجتمع بين المجتمع جميع الأشخاص تحترمه ويحبونه ويحظى بشعبية جيدة وينتظر إلى مستقبله المشرق ولكن في مدينة سورنيام في سورنيام أورونكو لا يوجد شيء ولكن في مدينة سورنيام هو عبد ويعتبر فاشل Unsuccessful Unsuccessful يعني فاشل وهذا الشيء يثبت أن تتحدث عنه اللي تتحدث عنه الأورونكو هذا العمل الأدبي اللي يتحدث عنه هو موضوع العبودية الكاتب يتحدث على موضوع العبودية حيث أن نجد البسرحية أو العمل الأدبي هذا يتناول أمور العبودية كيف أن هذا الأمير أورونكو الذي كان أمير وينتظر مستقبله المشرق ويتحول إلى عبد مسكين فقير غير ناجح فاشل زين ويقوم الكاتب بتصوير لنا موضوع العنصرية والعبودية على الناس حيث أن الناس عند حصول على فرصة أو عندما تكون أكو فرصة عندهم سيستغلون هذا الإنسان المسكين زين هذا الشخص اللي هو الأورونكو اللي كان بأفريقيا أمير من إجا إلى مدينة سورنيام أصبح مسكين فقير لا حول ولا قوة وأصبح فاشلا بسببهم بسبب تعاملهم زين فهذا هي من المواضيع المهمة التي تتحدث عنها هذا العمل الأدبي وكذلك الموضوع الآخر الذي يوجد في هذا العمل الأدبي هو موضوع البدائية أو التخلف أو نقدر نقول عليها الهمجية يعني أورونكو برينس كان أمير شون هذا الأمير يتم بيعه كعبد وإرساله للعيش في بريطانيا وهنا يوجد تناقض والأشخاص الذين يكونون مخادعين ومخطئين ويعني يقومون باستغلال الناس الأبرياء لأنهم لا يحتوون على أي ثقافة لا يتحلون بأي ثقافة فإذن الموضوع الآخر الذي تحدث عنه العمل الأدبي في هذا العمل الأدبي كان هناك يتحدث عن البدائية حيث أن الناس أو قامة الأشخاص هؤلاء الأشخاص بسورنيام ببيع هذا الأمير وإهانته وذله لكونه شخص حسب عرقه أو لأنه شخص من أفريقا أو لأنه شخص غريب فهذا الشيء يثبت على أن هناك فئة من البشر في ذلك الوقت متوحشين بدائيين همجيين وكان هناك موضوع العبودية والعرق فهذه المواضيع الرئيسية التي تحدثت عنها هذا العمل الأدبي إن شاء الله استفاديتوا من هذا الدرس نتمنى من حضراتكم تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات ونشكر حضراتكم وتقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته